على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تستوفيها شركات الانترنت من المواطنين إلا أنها فشلت في تقديم الخدمات المطلوبة وسط استياء شعبية لإنعدام الرقابة واستغلال شركات الانترنت للمشتركين على هيئة العلامة والاتصال معاقبة جميع شركات الانترنت حقيقة المواطن يدفع مبالغ متفاوطة ومتفارقة كبيرة جدا ولا يستفاد المواطن من هذه الخدمة إلا ضئيلة جدا وحقيقة هناك قطاعات كبيرة من شمعة الانترنت وخصوصا إحنا هسا أعمالنا وأعمال هواي شركات هسا مرتبطة بالانترنت يعني كل شغلنا وهي يعني على الانترنت وما جاء نلاحظ من الدولة ومن القطاع الخاص أنه يطور هذا القطاع خصوصا إحنا جاء ننطي اشتراكات يعني هاي أنطي فلوس حتى أخذ خدمة من عندك فالستة جاء تنطين خدمة مقارنة بالدول الأخرى المتقدمية الانترنت يعني جوى الصفر مواطنون حملوا وزارة الاتصالات مسؤولية حرمانهم من حقوقهم وتردي خدمات الانترنت بعموم مدني صلاح الدين في ظل انعدام الرقابة والمحاسبة على الشركات وخدماتها المعدومة والله الانترنت بصورة عامة جدا تعبان يعني شركات متعددة وعلى أي شركة تروح تشترك هو نفس الخدمة خدمة جدا تعبانة وأي اتصال بالانترنت ماك لا جهة رقابية تابع الموضوع ولا وزارة الاتصالات ويعني فلوس جاء تهدر هيت شيء بالمجان نشكو من ضعف عام في شبكة الانترنت مقابل المبالغ المادية المعطات لصاحب البرج سبب هذا هو يرجع لغياب الدور الرقابي بالنسبة لوزارة الاتصالات أو الجهات المعنية خدمات الانترنت حالها حالة بقية الخدمات التي فقدها المواطن لتضيف عبءا جديدا أثقل كاهله من محافظة صلاح الدين سام الخزراجي قناة دجل الفضائي